ترجمة نانسي قنقر ومنطلق إيماننا من أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة وضع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حجر الأساس لتنمية الشباب بمملكة البحرين وتمكينهم في مختلف المجالات ليسهموا في بناء الوطن والارتقاء بمستقبل المملكة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي لما يمثله الشباب من ثروة وطنية حقيقية ويأتي هذا الاهتمام بفئة الشباب من منطلق إيمان عاهل البلاد المفدى بكفاءة الشباب البحريني وقدرتهم على بناء مستقبل الوطن والنهوض بالمجتمع على العصعدة كافة حيث قام نهج جلالته على فسح المجال للشباب للإسهام في تطوير النهضة التنموية وتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة هذا النهج السامي الذي تحرص عليه الحكومة المواقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الضروري أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العملية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة توجيهات جلالة الملك المفدى الداعمة للشباب مكنتهم من تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية إذ أثبت الشباب البحريني كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية الوطنية والإسهام في تعزيز النهضة التنموية التي تشهدها المملكة من خلال إسهاماتهم الوطنية بمختلف القطاعات فاستطاعوا أن يضعوا بصمتهم خلال جائحة كورونا من خلال تطوعهم في مختلف القطاعات لخدمة المجتمع مبادرات جلالة الملك المفدى لرعاية الشباب وتمكينهم تهدف إلى حماية الشباب وزرع روح العمل والبناء والتنمية فيهم وهذا ما عملت عليه جائزة الملك حمد لتمكين الشباب في دعم الشباب محليا وعالميا حيث باتت الجائزة أنموذجا في رعاية الشباب والدفع بهم لتحقيق طموحاتهم كما يأتي مشروع صندوق الأمل الذي أمر به جلالته رافدا هاما في استثمار ودعم طاقات وأحلام وابتكارات الشباب البحريني ليضعوا بصمتهم في العالم بمتابعة حثيثة من قبل سمو شيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الذي يقدم كل ما يلزم من أجل نهضة شبابية قادرة على التواصل مع العالم بلغة العصر وروح التجديد ضمن مشروع إصلاحي شامل لجلالة الملك المفدى والذي يعول على الشباب البحريني كمصدر لثراؤنا ورهاننا المضمون على مستقبل مزهر لمملكتنا القالية